حاجة من النقطة أيضا تانية بحس أن يا دي الواحد بدأ يحسها لما بدأ يشتغل في الكتابة عندنا في الكتابة أي شخصية لازم تباقيت ابنيها عندها حاكتين لازم نبقى عارفينهم قبل ما نبدأ نبني الشخصية عن تحرقها في الفينو أو في المسالسل هي عاوزة أيه وهي محتاجة أيه تمام هي عاوزة أيه دي سعب بتبقى حاجة مادية مثلاً الواحد عاوز فلوس الواحد عاوز السلطة الواحد عاوز مركز عايزة بيت انت عيزة كذا عايزة كذا لكن انت محتاج اسمة انت محتاج فلوس لكن انت محتاج الأمان الفلوس ليش بالأمان عشان كده عملنا حلقة simples هنا هنا برضو فيجرح كأنه اللي هو احتياجاتنا غير رغبتنا بالذب لك أنا عايز حاجة بس احتياجاتي بستخداره في حتة تانية خالص وبالذب فدي فعلا كان المهم جدا اننا نعمل ده عشر الاحتياجات أنا محتاجة حتى الكلمة تقول له ايه أنا محتاجة تفضل جمبي أنا محتاجة أحسي بالأمان أو مش مقدارها قوي ما أنا جبتلك ما أنا لسه مغير لك ما عرفش عفش البيت ما أنا لسه جيب لك بيت فدي رغبات يعني هي دي كانت عايزة غير الحاجة اللي هي محتاجة وساعات البرقاء ده بنفس هو مش عارفها يعني مثلا لوحد اللي ما بيبدأ ابني شخصية لما بتبدأ أحداثها في الفيلم أو في المسلسل اللي بتنتيها بتبدأ ده من الشخصية عادة أن هي عارفة هي عاوزة إيه لكن مش فاهمة مش عارفة هي محتاجة إيه الشخصية أحداث اللي واحد في الآخر بيعرف بالنهاية الشخصية بتعرف أن اللي كانت عاوزة ده مش هو الحاجة 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 تانية خالص هي الحب الأمان الأسرة وهكذا ده في الأفلام ده في السينما في الدراما في الحقيقة بقى فيه بنا قدمين عايشين بيعيش ويموتوا ومش عارفينهم محتاجين إيه صح ما بيدوش نفسهم فرصة للتفكير قبل ما أنا أفكر في اللي قدامي وعاوز إيه أنا أصلاً عاوز إيه أنا أصلاً محتاج إيه صح فقبل ما تحدد أنت عاوز إيه أو بعد ما تحدد أنت عاوز إيه فكر بقى أنت محتاج إيه ممكن أنت محتاجه ده مش ده اللي أنت عاوز مش هو اللي أنت عاوز طب أنت شايف مين أكتر اللي عارف احتياجاته أنا محتاجة إيه الستات ولا رجال فروق فردية فروق فردية تماما يعني ما فيش أسأنا بحس بصراح بحس أن الستات هي اللي مش فاهم هي محتاجية يمكن عشان فيه أو صورة الزهنية بتاعت إن الست دامي بتفكر بمشاعرها آه وده يمكن ساعات بيحس إنه صحي شوية لأن بصراحة يعني